بشرت إدارة ترخيص الصواقين والمركبات باستفاء رسوم سنوية عن جميع السيارات ومختلف أنواعها وذلك بدل مواقف للمركبات داخل حدود المناطق البلدية في مختلف محافظات المملكة تفاصيل الرسوم السنوية التي فرضت بموجم نظام جديد أقره مجلس الوزراء يستعرضها التقرير التالي نظام جديد لمواقف المركبات ضمن مناطق الحدود البلدية بدأ العمل به منذ بداية الشهر الحالي تتولى تنفيذه بلديات المملكة بالتنسيق محيئة تنظيم قطاع النقل البري والمجالس المحلية النظام الذي استثنيت منه أمانة عمان الكبرى نص على إنشاء مواقف وساحات للمركبات تحدد مواقعها ضمن حدود المناطق البلدية وقد حددت رسوم سنوية على هذه المواقف تستوفيها البلديات وذلك بدل اصطفاف المركبات داخل حدودها وهي كما يلي بالنسبة لسيارات الركوب الخصوصية أو الدراجات النارية فيستوفى منها نصف دينار سنويا أما سيارة الشحن الخصوصية التي لا يزيد وزنها عن خمسة أطنان ونصف الطن فيستوفى منها دينار واحد وسيارة الركوب المتوسطة دينار ونصف الدينار وبالنسبة للحافلات ديناران أما سيارات الشحن التي لا يزيد وزنها الإجمالية عن 5 أطنان ونصف الطن فيستوفى منها 3 دنانير سنويا وبالانتقال للسيارات العمومية فإن قيمة رسوم اصطفافها باتت على النحو الآتي سيارة الركوب المتوسط 5 دنانير أما الحافلات العمومية التي لا يزيد وزنها عن 5 أطنان ونصف الطن ف6 دنانير وبالانتقال إلى سيارة الشحن العمومية التي لا يزيد وزنها عن 5 أطنان ونصف الطن فيستوفى 4 دنانير سنويا أما سيارة الشحن العمومية التي يزيد وزنها عن 5 أطنان ونصف الطن ولغاية 20 طن فيستوفى عليها 5 دنانير سنويا أما سيارة الشحن العمومية التي يزيد وزنها عن 21 طن فيستوفى عليها 7 دنانير وأخيرا وبالنسبة للمركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص والمرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية فيستوفى عليها تسعة دنانير وبموجب النظام منع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية او داخل الاحياء السكنية والمدن ويترتب على المخالفين الغرامات المنصوص عليها في قانون السير وبخلاف ذلك فان المجالس البلدية تستوفي رسوما مقابل الاستفاف بالطرق المسموح بها وللمجالس ايضا تحديد ساحات او مواقف لغايات استفاف المركبات والمبيت فيها مقابل الرسوم تستوفى من اصحاب المركبات النظام الجديد الذي يأتي بهدف تنظيم استفاف المركبات في مختلف حدود البلديات وما ينص عليه من رسوم بات يواجه سؤالا حول المقدرة على تنظيم عملية استفاف المركبات داخل حدود البلديات خصوصا في القرى والمناطق البعيدة عن مراكز المحافظات